باعتبار يعني واحدة ست ملهاش نوهائي في الكورة كنت كل ما أسمع إن اللاعب الفلاني حصل على الكورة الزهبية ما يجيش في عقل بالي خالص غير كورة واحدة بس كورة هي دي اللي بتستاهل بحق ربنا يسموها الكورة الزهبية انت عارف حدرتك هي ايه؟ هي الكورة الصغيرة اللي بتطلع من الزيت غرقانة وبتشر دي فتقوم مسقطها في العسل كده أو ترش عليها سكر بودرة وتحطها في بقك ما تلاقيهاش بتدوب ويطلع سحراها بقى في النخشيش يديك الطاقة والسعادة يقضي إنما اللي بيقول لي كورة زهبية ده أنا مش فاك بتقول لي بقى دارك تشوكلت ولا دونتس ولا مش عارف ايه ده سحر يا أخوانا سحر يا روحي 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 كده أيوة الزلاب يا روحي روحي الزلاب يا يعني الحب كله نص زكريات الطفولة الفرحة الصادقة الهدية اللي بجد اللي كان أهالينا بيتعاملوا معاها كل المعاملات يعني تنفع أكله في حد ذاتها لما تكون جعان مثلاً وملكش نفسة لغ يجوز تبقى تحلية بعد الأكل نفسه وتمشي برضو وسيلة فعالة وتربوية للثواب والعقاب تعمل الصح تاخد زلابية تغلط مفيش زلابية لمدة يومين وكانت الحقيقة بتجيب نتيجة مؤكدة الزلابية موجودة منذ بدء الخليقة موجودة هنا وهناك وفي كل مكان وزمان دي أسهل حاجة ممكن تتعمل وأول حاجة تيجي في دماغ أي أم تعلمها لولادها وأجمل حاجة ترضي الصغار والكبار حاجة كده عابرة للأنواع والطبقات والأعمار والقارات حاجة فوق الوصف وتعدي الخيال إنما الزلابية بقى لها اسم تاني حضرتك معروف برضو وهو إيه؟ لقمة القاضي مين بقى القاضي السعيد اللي تسمت على اسمه؟ الحقيقة إنه مش قاضي مش قاضي معين يعني القاضي هنا مقصود بيها الوظيفة مش شخص شغلته قاضي لأ ولا اسمه حتى قاضي التسمية جاية من بغداد كان القضاء عند الخليفة بيشتغلوا طول اليوم والقاضي زي ما إحنا عارفين شغلته الزهنية مرهقة مرهقة للنفوخ جدا ومحتاجة كل التركيز عشان فيه مصاير ناس بين إيديه كان القضاء في العصر العباسي بيفكروا إنهم لو ما أكلوش طول اليوم صعب يكملوا شغل ولو أكلوا حيتقلوا ومش حيركزوا ففكروا يعملوا حاجة تبقى موجودة لما يعوزوا تدي الطاقة ومتقلش الطاصة فكانت الزلابيا هي الحل كانوا بيسموها إيه في بغداد ساعتها مش عارفة ده كان الاسم المصري لكن بعد اعتمادها كسناكس للقضاء بقى اسمها هناك لقمة القاضي والاسم انتشر فبقنا نقول زلابيا ونقول برضو لقمة القاضي وكي جي تنفع وكي جي تنفع يا أختي إنما الزلابيا كانت بتتعمل في البيوت محدش فكر مثلاً إنه يفتح محل زلابيا أو يقف مثلاً بعربية الزلابيا في الشير حتى محلات الحلوانية كانت تعمل أكتر البسبوسة والكنافة والحاجات اللي عايزة صنعة وغالبة دي لحد ما اسكندرية اتمالت بالجالية اليونانية الله يرحمك يا كوزمو بوليتان الله يرحمك الجالية اليونانية دي كانت متخصصة في النوع ده من المحلات اللي هي بتقدم بقى حلويات خفيفة وسريعة التحضير وأشهرها كان محل اسمه تور نازاكي اللي كان السبب في انتشار النوع ده وخلى كتير من الناس تشتغل في حاجة سهلة وبسيطة ومضمونة لحد دلوقتي حتلاقي في كتير من الشوارع العربية اللي بتعمل الحلويات دي وأهمها لقمة القاضي فرمضان بقى رمضان يا جماعة بعد الفطار تيجي الحلويات والكل يفتكروا الكنافة والقطايف واللازم منه مش كتير بيفتكروا فكهة حلويات رمضان اللي بتبقى في مقدمة صفوف الهجوم بالحلويات وهي الكرة الزهبية الأصلية الزلابية لقمة القاضي هجوم يدوم العز